عايز عليك سؤال قبل ما نخش في حاجات فنية يعني مين أفضل حكم لافت نظرك الموسم ده؟ لا ما فيش حكم بعينه وفي حكم فيه على فكرة معه الحكم مش كويس يعني انت فيه مثلا في حكم زي لعبة الكورة كده بيبع عنده مستوى ثابت يعني اللي هو ايه اخطاء قليلة لكثير من المباريات كل الحكام كويسين لو اتفقنا بس الحكم ده اللي فاي انا اقدروا لك مثلا ايه ده افضل لاعب في الدوري فلان اللي هو ده مش فلان في المطلق بس فلان على ضوء هذه الفترة على ضوء هذه الفترة مين الحكم اللي انت شايفه ان المستوى كان ثابت اكثر عدد ممكن مباريات ممكن يبقى ثلاثة بص مش ثلاثة كمان انا بقولك ان الفترة اللي فاتت دي ما تستحلها تقول حكم او اثنين او ثلاثة مميزية لان الفترة كلها لبعضها فترة مش مميزة فيه حكم اه ماشين كويس وخدوا مطشاط والعدد بتاعهم طالما مطشاط لانه اللي ما بتنجح الرجل كان مشغال اللي بينجح بيلعب اللي ما بينجحش بيركن وكان ده على فكرة من احلى حاجة عملها مارك مفيش حد اخطأ واستمر ودي حاجة ممتازة ده مهم انت لما اللي يخطئ حكم كبير حكم صغير يتم استبعاده الحكم الصغير اجاد يستمر الحكم الكبير اجاد يستمر وبالتالي ده على فكرة الصابة والعقاب ده مهم جدا وهم يتحقق مباش فيه محابة الحكم او حكم يغلط يتعاقب الحكم الكبير ما يتعاقبش لأ دي كانت موجودة وحنا بتتكلم ان انت طول الوقت حاول تعمل ده وحاول تشتغل على ده عشان تلاقي تحكم محترم في مصر